موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنورة الشرق الأوسط واشنطن ممتنة لاستضافة القاهرة لقاءات المعارضة السورية سبعون فصيلا مقاتلا في سوريا يسيطرون على ستين بالمئة من الأرض محكمة مصرية تقبل طعن مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية بعد الجيش الحوثيون يهيمنون على الأمن الخاص أما في العربي الجديد موسكو واحد بمن حضر ولقاء القاهرة لتوحيد المعارضة السورية تشاؤم من تلزيم مصر القضية السورية المعارضة المسلحة المعتدلة ستبدأ عملياتها في سوريا بداية مايو تبادل أسرى بين النظام السوري وداعش جنوب القلمون داعش ينقل مقراته من ريف حلب تفاديا لضربات التحالف اقتصاد إيران يختنق بتبخر أسعار النفط مصر ترشح مبارك ونجليه للانتخابات ممكن السيسي يتجاهل شباب مصر من لقاءته أما في القدس العربي فقد تعنون لهذا اليوم خفايا تحرشات الجنرال السوري بهجة سليمان بالأردن درعا وجبهة النصرة ما زالتا مشكلة المملكة والعيون تراقب الرمثة وفي وثيقة سرية لبرمان يتوقع عاما جديدا قاتما وصحيفة إسرائيلية التعاون بين القاهرة وتل أبيب في أزهى عصوره مبارك طليقا بعد إلغاء إدانته في القصور الرئاسية مجلس النواب الأردني يعدل مشروع قانون تمويل الإرهاب لتجنب إدراج حماس أما في صحيفة الحياة فقد جاء قيادي بحماس حكومة التوافق بحاجة لقرار من عباس لحل مشاكل غزة آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في شمال قطاع غزة الشرطة التركية تعتقل رجلا احتجز رهينة في قنصلية فنلندا عجبات فيسبوك تكشف تفاصيل دقيقة عن شخصية المستخدم وفي موقع السيريا نيوز فقد تعنونا لهذا اليوم اليونسيف تعلن عن مقتل عشرة أطفال جدد من اللاجئين السوريين بسبب البرد إصابات بسقوط قذائف هاون على العدوي وشارع بغداد بدمشق وزير الكهرباء يطالب بتركيب عدادات جماعية بمناطق إقامة النازحين لمنع الاستجرار العشوائية البيت الأبيض أوباما ملتزم مع الكونغريس بوضع تفويض لقتال داعش الذهب يرتفع ليسجل سبعة ألاف ومئتي ليرا للجرام والدولار يتجاوز عتبة مئة وثلاث وثمانون ليرا رسميا وفي موقع تركيب ريس فقد جاء لهذا اليوم تعديلات جديدة تخص مسألة علاج اللاجئين في مشافي تركيا ليرا ذهبية لكل طفل تركي يولد داخل أو خارج تركيا بقيمة ثلاثمائة ليرا تركيا وزير الخارجية التركي تركيا تتعامل مع مسألة المقاتلين الأجانب بجدية بالغة أردوغان يترأس اجتماع مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وفي وكالة أنباء الأنضول وزير الدفاع القطري يبحث مع قائد القوات البحرية التركية السبول التعاون داود أغلو الإسلام باق في أوروبا ويستحيل ترحيل المسلمين توقيع نحو مئة مذكر التفاهم بين جامعات تركية وسودانية رئيس ألمانيا السابق الإسلام جزء من بلادنا صحيفة ام سي كلاتشي نشرت تحقيقا لروي جاتمان ومصعب الحمادي بعنوان الغارات الجوية الأمريكية تتسبب بمقتل العديد من المدنيين جاء فيه قتلت غارة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة خمسين مدنيا سوريا في آخر الشهر الماضي عندما استهدفت مقرا لمتطرفي الدولة الإسلامية في شمال سوريا كان المدنيون محتجزين في سجن ميداني في بلدة الباب عندما قصفتهم الغارة عشية الثامن والعشرين من كانون الأول حسب ما قال الشهود المبنى المدعو بالسرايا والذي هو مركز حكومي دمر تماما بالغارة الجوية وقد استغرق عامل دفاع المدني أياما قبل أن يستطيعوا استخراج جثث الضحايا القيادة المركزية الأمريكية التي لم تعلن عن الغارة سابقا أكدت الهجمة يوم السبت في رد على استفسار لأم سي كلاتشي الطائرة التابعة للتحالف قامت بالفعل بقصف وتدمير مبنى مقر للدولة الإسلامية في العراق والشام في الباب في الثامن والعشرين من كانون الأول قال هذا العقيد باتريك رايدر عبر بريد الكتروني وقال بأن مراجعة الغارة لم تظهر أي دليل على وقوع خسائر مدنية ولكنه عرض فحص أي معلومات إضافية إن هذا أمر نأخذه دوما على محمل الجد حسب ما قال المتحدث باسم البانتاجون الأدميرال جون كيربي إننا مشغولون جدا بمحاولة تخفيف الخطر بالنسبة للمدنيين في كل مرة ننفذ فيها مهامنا وفي كل مكان ننفذها وقالت القيادة المركزية عبر بريد الكتروني لاحق إلى المراسلين بأن البانتاجون تلقى تسعة تقارير حول سقوط قتل مدنيين في سوريا ولكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت بأنها وثقت موت أربعين مدنيا على الأقل نتيجة غارات جوية في القصف الأمريكي في سوريا بين الثالث والعشرين من أيلول إلى الثامن والعشرين من كانون الأول على بلدة الباب ويشمل القتلى ثلاثة عشر شخصا قتلوا في محافظة إدلب في اليوم الأول من الغارات وثلاثة وعشرين مدنيا قتلوا في محافظة ديرزور الشرقية واثنان في محافظة الرقة واثنان آخران في محافظة إدلب يقول قادة الثوار إن لديهم معلومات استخباراتية قد تجنب التسبب بخسائر مدنية ولكن مسؤولي الولايات المتحدة يرفضون التنسيق معهم إن القيادة المركزية تصدر عادة تقارير عن الغارات الجوية يوم حدوثها ولكن ولفترة أصبحت تصدر تقاريرها ثلاث مرات فقط في الأسبوع ولم يتم ذكر الغارة التي حدثت على الباب في أي من التقارير ولكن أكدتها القيادة المركزية فقط بعد الاستفسار المتكرر من إمسي كلاتي قال المتحدث باسم القيادة المركزية رايدر أن عدم ذكر الغارة التي حدثت في الثامن والعشرين من كانون الأول كان نتيجة سهو إداري وقد وصلت إمسي كلاتي لمصدرين أكد عددا مرتفعا للقتل بسبب الغارة وقد أعطى أحد الشهود الذي هو ناشط من الباب عددا للقتل يصل إلى واحد وستين من السجناء المدنيين وثلاثة عشر حارسا من الدولة الإسلامية وقد قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تعدادا للقتل يصل إلى ثمانين وقالت بأن خمسة وعشرين منهم من حرس الدولة وخمسة وخمسون آخرون هم إما مدنيون أو مقاتلون سجناء من الجماعات الثورية المعادية للدولة الإسلامية إن أي رقم من هذين سيجعل غارة الباب أسوأ حالة قتل للمدنيين منذ بدء الولايات المتحدة بقصف أهدافها في سوريا صحيفة صباح التركية نشرت مقالا لإمري آك كوز بعنوان زوجة رسولنا سيدة أعمال جاء فيه قبل يومين تلقيت رسالة من نور جير كانت تدعوني لحضور النشاط الذي سيقام في مجمع سبانجي سنتر نور جير هي سيدة تشارك في صناعة الغزل والنسيج منذ الثمانيات وهي عضوة في العديد من المؤسسات المدنية مثل توسياد كما تتولى رئاسة مجموعة العمل على المساواة بين الرجل والمرأة هذه المجموعة قامت بعمل مسابقة فيلم قصير بين طلاب الجامعات عنوانها كل ما يدور حول المساواة بين الرجل والمرأة ويوم الأربعاء كان يوم تسليم جائزة هذه المسابقة إن الخلافات التي حدثت في الفترة الأخيرة بين توسياد وأنقرة ليست السبب الوحيد الذي جعلني لا أهتم لأمر هذا النشاط كما تعلمون فقد أعلن رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء أنهما لن يشاركا في اجتماعات الجمعية أعتقد أن العجيب في الأمر هو حضور عائشة نور إسلام وزيرة السياسات الاجتماعية والعائلية حيث أن الوزيرة أعلنت أنها لن تتبع نهجة رؤسائها إذا اعتقدتم الآن أن صفى حزب العدالة متفرق أو أنهم خرجت منهم روح الوحدة والتعاون فأقول لكم لا تتعجلوا فوزير الصحة محمد مؤذن أغلق قال يجب أن لا تعطى الأمهات أي مهنة أخرى سوى مهنة الأمم واعترض على ذلك الكثير من التنظيمات النسائية وأوضحت الروائية ألف شفاق أن الأمومة ليست مهنة في البداية لم يتراجع مؤذن أغلق عن مقولته واتهم الذين انتقدوه بالبعد عن الديمقراطية والحياد ولكن بعدها اضطر للقول أن الأبوة أيضا تعتبر مهنة بالنسبة للرجل نعم ولكن يبدو أن الوزير السيدة عائشة نور كانت ترد على الوزير السيد محمد تأمل زميل في مجلس الوزراء يقول لها بشكل صريح لا تتدخلنا في السياسة بالطبع هو لا يقصد السيدة عائشة نور فقط فهناك خمسة وأربعين امرأة تعمل كنائب في حزب العدالة والتنمية والأكثر من ذلك أن غالبية تلك النساء أمهات وهذا يعني أن الرجال حين يقومون بمهنتين تقوم النساء بثلاثة الأمومة الوظيفة السياسة والأكثر من هذا هو أن هناك الآلاف من السيدات التي ساعدنا حزب العدالة على البقاء في السلطة لمدة 12 سنة هناك الكثير لنقوله أريد تذكير أولئك الذين يضغطون على النساء باسم الدين بكلمة قالها وزير الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول عام 2012 في جمعية سيدات الأعمال التركيات لقد قال إنكم أمة النبي الذي كانت زوجته سيدة أعمال نعم صحيفة العرب القطرية نشرت مقالا لعلي حسين باكير بعنوان كيف سيبدو المشهد التركي داخليا وخارجيا عام 2015 جاء فيه مع دخول العام الجديد بدأت الحكومة التركية إعادة ضبط أولوياتها تبعا لما تتطلبه المرحلة القادمة من إجراءات على الصعيد الداخلي والخارجي على الصعيد الداخلي ستبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في حزيران القادم وهذا يعني أنه بدءا من شهر آذار على الأقل ستعود الأولوية بالنسبة إلى الصانع القرار التركي إلى الوضع الداخلي خاصة أن حزب العدالة والتنمية يحاول الفوز بأعلى من خمسين بالمئة من الأصوات ولا شك أن موضوع مشروع الدستور الجديد سيحظى بأولوية أيضا نظرا لارتباطه بشكل النظام السياسي المراد تحقيقه والذي يتمثل في الطموح بالوصول إلى نظام رئاسي أو نصف رئاسي ورغم استمرار الحملة الحكومية ضد ما تسميه التنظيم الموازي فإن الملف لم يعد يشكل تهديدا على الحكومة بالشكل الذي كان عليه سابقا ولذلك فإن جزءا من الجهد سيتركز على موضوع عملية السلام الجارية داخليا لكن هذا التوقيت في الاستحقاق الداخلية قاطع مع استحقاقات إقليمية مهمة أبرزها البدء عمليا ببرنامج تدريب وتسليح المعارضين سوريين إضافة إلى استحقاق آخر يرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ففيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط لا يزال التركيز على المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية تجاه بعض الدول واضحا كالحفاظ على وحدة وسيادة العراق وكذلك الأمر بالنسبة إلى تحقيق الأهداف المشروعة للشعب السوري والمساعدة على إرساء قواعد ديمقراطية في البلاد ومحاربة الإرهاب بعد الإطاحة بالأسد أما العلاقة مع إسرائيل فستبقى معلقة على الأرجح كما هي الآن ويبدو أن الأتراك سيحاولون التخفيف من حدة نزاعهم مع بعض الدول الإقليمية بحيث يتم الإبقاء على الحد الأدنى من خطوط التواصل للحد من التوتر والحيلولة دون الوصول إلى مرحلة القطيع أو العداء وما قد ينجم عنها من تداعيات تعقد من الأوضاع المعقدة أصلا في الشرق الأوسط وبموازات هذه المواضيع السياسية محليا وخارجيا يبقى الاقتصاد هو المحرك والأساسي والرئيسي لأجندة الحزب وهو الدافع وراء حصوله على شعبية جارفة وراء صعود موقع ودور تركيا أقليميا في هذا العام ستعقد مجموعة العشرين اجتماعها في مدينة أنطاليا التركيا بوصف أنقر رئيسة لمجموعة العشرين الكبرى وستعقد قمم زراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في العالم في تركيا أيضا ولذلك فسيكون التركيز على البعد الاقتصادي أيضا في أوجه وقد يتطلب منها الحفاظ على معدلات نمو مقبولة أو مرتفعة مرتفعة تعديل أو إعادة تموضع سياسي في بعض القضايا السياسية الأقليمية كما قد يضطرها إلى إعادة انفتاح أوسع على أسواق أوروبا وآسيا الوسطى جريدة حبر نشرت تحقيقا لبيبرس الثورة بعنوان المعتقلات في سجون النظام العذاب مرتين جاء فيه وأسلم هذه الكلمة التي ترددها أخواتنا المعتقلات في أفرع أمن النظام وسجونه السجون التي لا تشبه السجون بل هي أقرب إلى الكهوف المظلمة في العصور الحجرية التي لم يدخل إليها الإنسان الحديث فلا إنسانية هناك ولا قوانين لكن ثمت قانون واحد فقط وهو قانون الغاب فالأسد يأمر وذئب تنفذ وتطيع لا بل وتبدع وتتفنن بأساليب التعذيب التي تعلمتها من الجامعات السوفيتية وبإشراف أساتذة من جامعات إيران الإسلامية مختصين في فن استخدام المثاقب الكهربائية التي رأينا تماثيلها الشنيع على جثث المدنيين في العراق تقول عفيفة خرجت من أحد الكهوف والأفرع الأمنية ناقلة لنا بكاء الأيام وأنات الثكال اللواتي أعمارهن تبدأ من الستة عشر سنة إلى خمسة وأربعين والأي كتبنا بالدموع قبل أن تجف هذه الرسالة وختمت بالدماء قبل أن تنفذ أين أنتم يا رجال المقاومة؟ أين أنتم يا مسلمين؟ نحن حرائركم في السجون وأنتم خارجه؟ ماذا تفعلون؟ اعلموا أننا نقتصب كل يوم ومن الكثير قد أصبحنا حبالة ومن من أنجبت ومن من ستنجب ومن من ماتت وهي تقتصب أهكذا ترضون بالذل لنا وأنتم تنعمون بالراحة؟ اعلموا أن كل مرة عند اقتصابنا يطلبون مننا أن نصرخ وننادي ومعتصماه وإسلماه ويطلبون مننا أن نقول إن بشار ربنا وقد قلنا أمامهم نعم قلنا للتخفيف من العذاب والآن نطلب من المجاهدين العمل على فك أسرنا فإن لم يستطيعوا فليدمروا تلك السجون فوق رؤوسنا كي نموت ويغسل عارنا تحت التراب يجب علينا أن لا ننسى أنين المعتقالين في سجون النظام الذين ينتظرون من العمل على فك أسرهم بشتى الوسائل المتاحة وكما حدث مؤخرا عندما قطع الثوار خطوط الكهرباء عن مناطق النظام للضغط عليه لإخراج الطالبات الجامعيات الذين تم أسرهم في مدينة إدلي بالمحتلة يجب على الكتائب المقاتلة أن تعمل وتشتهد على أسر ضباط ومسؤولين عسكريين مهمين بالنسبة إلى النظام كاللبنانيين والإيرانيين بصفة خاصة لأن النظام يستميت بالتفاوض على مثل هؤلاء ليكون الضغط أكبر عليه فيكون عدد المفرج عنهم من المعتقلين الثوريين أكبر فالنظام لا يهتم بالجنود السوريين لكنه يفاوض على جثث الأجانب أكثر مما يفاوض على الأحياء من قواته بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة